اطلع نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ دكتور سالم الخنبشي على سير الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المسجد كوفيد 19 والتهيئة والتحضير لسقبال العام الدراسية 2020-2021 وسمع الخنبشي ومعه وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء صمحة بريش الكثيري خلال زيارته لعدد من المدارس بمديرية سيئون من مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضر موت الدكتور محمد فلهوم إلى شرحنا عن سير إجراءات التسجيل العام الدراسي الجديد إلى جانب الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا وأوضح الدكتور سالم الخنبشي أن الأجرة العليا للطوارئ بتنسيق مع وزارة الصحة ستعمل على توفير عدد من الوسائل الاحترازية للحفاظ على سلامة الكوادر التعليمية والطلاب مشيدا بجهود السلطة المحلية بوادي حضر موت وتسخيرها للإمكانيات المتاحة في اليوانب التنموية والخدمية وفي نفس السياق افتتح نائب رئيس الوزراء والوكيل الكثيري مشروع بناء وتأثيس ثانوية تاربة للبنات وادرست المهاجر للبنات بمدينة سيئون ترجمة نانسي قنقر